موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مهدي يوحبذ برعاية كوكدور وترشحت افلام للمشاهدة السينمائية والمنزلية في الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018 معلش احنا خدنا استراحة الاسبوع اللي فات بس الاسبوع ده بنرجع بترشحتنا ومسابقاتنا وجويزنا كالعادة الاسبوع ده مسابقتنا هي توقع تقييم فيلم كريتو على قناة فيلم جامد اللي ان شاء الله مراجعته حتتنشر يوم اللي كنين وفي نفس اليوم حيتم مرسلة الفايزين واللي برضو حرتب معهم خروجة ان شاء الله عشان نشوف فيلم مع بعض وننقشف حموتها زي ما عملنا في جرين بوك وزي ما عملنا في كريتو وكالعادة فيه لينك تحت في الديسكريبشن هتقدروا من خلاله تشتركوا في المسابقة وتعرفوا كل تفاصيلها وكل تفاصيل الجويز ويلا بينا نبتدي مع الترشحات ترشحنا السينمائي الاول حيروح طبعا لأقوامان اخر الانتاجات العملاقة في 2018 الفيلم هو رقم 6 ما بين افلام عالم دي سي الممتد واللي عليه امال كبيرة لاعادة انعاش افلام دي سي كلها اللي كانت انتعاشت بالفعل مع واندر وومان وبعدين حصل لها ان انتعاش مع جاستيس ليج واللي فضل ارثر كوري او اقوامان من نقاطه الايجابية اللي مفيش خلاف كبير عليها اقوامان من بطولة جيسون ماموة ومن اخراج جيمز وان احد اهم صنع افلام الاكشن والرعب في السنين الاخيرة ومراجعته ان شاء الله على فيلم جامد حتكون بعد مراجعة فيلم كريد 2 مباشرة جبنا سيرة كريد 2 في الحلقة دي كتير نرشحه بقى كريد 2 هو الجزء التاني من فيلم كريد الرائع والعظيم واللي انا شخصيا حبيته يمكن بشكل مبالغ فيه الصراحة وهو كذلك الفيلم رقم 8 ما بين عالم افلام روكي بلبوة الفيلم تحدي كبير لاثبات ان نجاح الجزء الاول ما كانش صدفة خصوصا وانه بيفقد احد اهم عناصر نجاحه وهو المخرج رايان كوجلر اللي بيكتفي بدور انتاجي في الفيلم الجديد وساب زمام الاخراج في يد ستيفن كيبل جونيور في ثاني تجاربه الروائية الطويلة مراجعة الفيلم يوم اللي 2 ان شاء الله زي ما اتفقنا بتنسوش تشتركه في المسابقة ترشحنا السينماء الثالث حيروح لفيلم مصري وهو ليل خارجي من اخراج احمد عبدالله احمد عبدالله من المخرجين اللي انا بحبوهم رغم اني ما شفتلوش الا ديكور بس وما عجبنيش قوي الصراحة بس هو بكل تأكيد من صناع الافلام اللي عندهم بصمة وفلسفة تستحق المتابعة ويبدو ان الفلسفة والبصمة دي في احسن احوالهم في الفيلم ده لاني ما سمعتش عنه الا اراء ايجابية وده شيء مشجع جدا ليل خارجي من نوعية الافلام اللي بتدور في ليلة واحدة بيتقابل فيها ابطالنا اللي ما يعرفوش بعض وبيقودوا خطوط الاحداث في ثناء كبير متكرر على الاداء التمتيلي في الفيلم وخصوصا الدور المساند لشريف نسوئي فلو دخلتوا الفيلم ده قبلي ابقركزوا على اداءه هو بالتحديد وقولولي النظام ترشحنا الرابع ما كانش متوقع لي انا شخصيا لانه ما كانش في اطار اهتماماتي على الاطلاق وهو فيلم سبايدر مان انتو دا سبايدر فيرس وده فيلم رسوم متحركة ضمن افلام رسوم متحركة كتير بتتعمل عن ابطال خارقين ليها جمهورها وبتحقق نجاح نقدي ولكن نادرا ما بتحقق نجاح تجاري ولكن الفيلم ده استثناء لسببين اولا انه بالفعل بيحقق نجاح تجاري كبير وخصوصا عندنا في المنطقة العربية وفي عدد كبير من الجمهور شافوا وردود الافعال كلها ايجابية وثانيا لان الفيلم بيقدم فكرة الاكوان الموازية اللي شخصية سبايدر مان تعتبر العامل المشترك ما بينها ودي انطلاقة لخطة اتصور انها طويلة الامد وحيطلع منها موال كبير وعلى فكرة فيلم فيلم بتاع توم هاردي احداثه بتقع في واحد من الاكوان الموازية دي اما ترشحنا السينماء الاخير فحيروح لفيلم بيوتيفول بوي من بطولة ستيف كرال وتيموتيش علامي وده الفيلم اللي قلت عليه في الحلقة اللي فاتت انه قارين فيلم بنز باك لتشابه القصة بشكل كبير واللي بتدور عن معاناة اسرة مع الابن مد من المخدرات انا شفت التريلر بتاعت الفيلمين ورغم اني عموما بحب لوكاس هاجز اكتر من تيموتيش علامي بس التريلر بتاعت بيوتيفول بوي عجبتني اكتر اما بالنسبة للأفلام نفسها فللأسف انا لا شفت ده ولا شفت ده فلو حد من حضراتكم شاف واحد من الفيلمين ياريت يفيدنا برأيه في التعليقات في ترشحاتنا المنزلية حنبدأ بفيلم افتكارته من كام يوم من غير اي مناسبة وقلت لازم ارشحه لحضراتكم وهو فيلم ديير افليفينج دينجرسلي الفيلم من انتاج سنة 1982 ومن بطولة ميل جيبسن وسيجورني ويفر وهو فيلم درامي رومانسي سياسي وشوية حربي كمان الفيلم غني جدا وملحمي بشكل كبير وفيه اداء تمثيلي رائع من الجميع وبالاخص ليندا هانت اللي بتقدم في الفيلم دور راجل ونالت عنه فوز بجائزة الأسكر لأفضل ممثلة في دور مساند الفيلم من اخراج بيتر وير اللي ليه افلام كتير رائعة زي دات رومان شو وماستر ان كوماندر اللي يعتبروا فيلمينه المفضلين عندي بجانب الفيلم ده نروح بعد كده للأفلام الحديثة حيث يسعدني جدا 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 اني ارشح لحضراتكم فيلم روما من انتاج السنة دي ومن اخراج الفونسو كوران لسه شايف الفيلم مبارح واقل ما يمكن ان يوصف به هو انه السينما بجد يا جماعة متفاهم انه ممكن ما يكونش لكل الازواء لانه من الافلام اللي ملهاش حبكة ممسوكة قوي الفيلم بيحكي يوميات اسرة ميكسيكية في اوائل السبعينات من خلال شخصية كليو المربية بتاعتهم تجربة المشاهدة عاملة زي ما تكون فتحت شباك على بيت ورقبت اهله كام يوم وبعدين سبتهم ومشيت بس كمية الابداع في الاخراج والتصوير والمنتاج والاداء التمثيلي ودرجة الواقعية اللي موجودة في الفيلم حقيقي ما شفتش زيهم من فترة طويلة من مميزات فيلم روما انه متاح للمشاهدة من خلال نتفلكس ومعا كذلك ترشحنا التالت وهو فيلم موجلي فيلم موجلي مأخوذ عن مجموعة القصص القصيرة الشهيرة لروديارد كيبلينج زيه زي معالجة ديزني اللي شفناها سنة 2016 تحت عنوان The Jungle Book وده الفرق الاساسي ما بين النسختين موجلي ما فيهوش روح الدعابة والسعادة بتوع ديزني اللي كانوا موجودين في The Jungle Book وده على قد ما نفاهم الصراحة لاني لسه ما شفتش موجلي وده لان الحقيقة انا مش شايف فروق كافية قوي ما بين الفيلمين تخليني ابدي النهاردة على افلام تانية نفضل مع الافلام المتاحة للمشاهدة من خلال نتفلكس بس قبل ما اقولكم على اسم الفيلم عاوز اسألكم سؤال تعرفوا منتي بايثون يا جماعة؟ منتي بايثون ده عبارة عن فريق كوميدي انجليزي كانوا بيعملوا سكيتشات وكان ليهم مسلسل تلفزيوني وعملوا عدد من الافلام الكوميدية التاريخية اهم الافلام دي في رأيه هو Life of Brian اللي بيحكي عن شاب بيتورط في ان الناس تعاملوا على انه نبي كوميديا مونتي بايثون ذكية جدا وحدة جدا وجريئة جدا ولو المشاهد تدوقها حيستمتع بيها لأقصى درجة وكمية الاسقطات والتلمحات والمسخرة المطلقة اللي موجودة في Life of Brian حقيقي ملهاش حل اما ترشحنا المنزل الاخير فحيروح لهواة افلام الجريمة والغموض والاثارة وفيلم Copycat من بطولة سيجور نيو ويفر وهولي هونتر من انتاج سنة 1995 فيلم من ذكريات نوادي الفيديو ده خدوا بالكم الفيلم بيحكي عن محاولة البوليس للأبد على قاتل بمساعدة خبيرة في علم نفس المجرمين هي نفسها بتعاني من خلل نفسي نادر شوية والخلل النفسي ده بقى هو اللي خلاني افتكر الفيلم ده لاني شاكك والله اعلم اني بدأت اعاني منه انا كمان الفيلم فيه قدر معقول من تشغيل المخ وحل الالغاز وفيه شوية اثارة وشاب عصبي مش بطلين برضو وانا عارف ان الافلام المجهولة اللي بطلع بيها دي بيبقى صعب ان حضراتكم تلاقوها فياريت لو حد لقى سكة للفيلم ده يفيد الاخرين في الكومنتز لانه حقيقي فيلم جامد ده كده كل اللي عندي في ترشحات الاسبوع ده اتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم ياريت لو حد شاف حاجة من الافلام دي يبقى يقولي على رأيه في الكومنتز وما تنسوش تشتركه في المسابقة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعونا على فيسبوك و تويتر و باز و باي باي اشتركوا في القناة